اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويلا على طول ندخل في شرح الاسنتو مع بعض واحنا منتكلم فيه النهاردة على فكرة الاريا فتعالوا ناخد وليكن عندنا شكل ريكتانجل بالشكل ده وهفكرك سريعا ان احنا لما شرحنا البرمتر قلنا هو الاطار الخارجي بمعنى ان احنا بنجمع كده الصايد ده بلاس ده بلاس الصايد ده بلاس الصايد ده تمام؟ طيب امال ايه الاريا؟ الاريا بقى هي المساحة الداخلية يعني تخيلوا ان احنا بنظلل الشكل ده كده كله مع بعضه تمام؟ يبقى بالطريقة دي بنحصل على الاريا اوكي؟ طيب تعالوا نقول الكلام ده من خلال تعريف وبقولك ان الاريا هي يعني تخيلوا لو المساحة دي احنا قسمناها لسكويرز زي ما احنا شايفين بالشكل ده وهنبدأ نعمل كاوند ونعد ونعد كل السكوير الصغيرة دي بالطريقة دي احنا هنحصل على الاريا طيب تعالوا نطبق الكلام ده من خلال اجزامبل بقولك ان سامح طالد يعني باختصار هو عنده مساحة معينة على شكل سكوير وعايز يحسب الاريا بتاعدها تمام؟ فمسك المساحة هي وبدأ يقسمها لسكوير وبدأ يعد وان تو سري فور بعد ما قسمنا اكتر من سكوير صغير بالشكل ده المهم طلع عنده 24 يبقى بالطريقة دي هو قدر يحسب الاريا وقال لك اهو ان الاريا 24 سكوير ميترز 24 سكوير ميترز تمام؟ طيب يبقى احنا معنا كده محتاجين كل ما يطلب مننا اريا لأي شكل هنبدأ نقسمه لسكوير صغيرة بالشكل ده ونشوف كام سكوير طيب هقولك احنا كده بنفهم المعنى او المبدأ لحساب الاريا بس اكيد احنا مش هنمشي بالطريقة دي احنا هنطلع فورمولة معينة وهنتعرف عليها دلوقتي مع بعض بس عايزك تفتكر ان احنا لما جينا حسبنا بالمبدأ الاساسي بتاع الاريا وقسمنا لسكويرز بالشكل ده طلع عندك 24 سكوير ميتر بالنسبة للاكزامبل اللي معانا طيب تعال نشوف الاكزامبل ده هنحله بطريقة تانية وبطريقة تانية تمام؟ تعال نشوف بيلك another way يعني انت هتستعمل فورمولة فورمولة صيغة معينة ايه هي بقى يا جماعة؟ بيقولك ان الفورمولة بتاعة الريكتانجل هي equal length times width يعني الطول في العرض واحنا خدنا ان السمبل ال ودابلو بيرمز للانس والواتس يعني هنحفظ ان الاريا equal length times width او الاريا بتاعة الريكتانجل equal length times width وتعال نشوف الكلام ده من خلال الاكزامبل اهو اللي معانا لو انت عندك هنا الانس 6 والواتس 4 وبدأنا نحسب الاريا لانس times width يعني 6 times 4 يعني 24 سكوير ميتر يعني شوفوا بقى كده معايا دلوقتي ان احنا لما حسبنا بالفورمولة طلع 24 ولما اللي سلايت اللي فات اهو حسبنا بطريقة الكاونت وقسمنا لي كذا سكوير طلع برضو 24 هو نفس الاكزامبل بنفس الايه النامبرز تمام يبقى بالطريقة دي احنا اثبتنا نرجع تاني اهو اثبتنا ان احنا لما نستعمل الفورمولة area equal length times width احنا كده ماشيين تماما احنا الموضوع صح واحنا جايبينه من اساسه يعني نوصل لكده ان احنا اي شكل rectangle لما نشوفه نبدأ نشوف اللينس بتاعه 6 وان الواتس بتاعه 4 على طول علشان احسب الاريا اقول length time width تمام كده طيب نشوف كمان حاجة مهمة جدا دي بقى يا جماعة دايما نقول لكم اليونس مهمة جدا طبعا احنا عارفين اليونس بنتعامل معاها سنتيميتر او متر بس احنا احنا دلوقتي بنتعامل مع area area مساحة وقلنا ان length times width طوق 2 من size بيدربوا في بعض يبقى معنى كده ان اليونس كمان اكدناها بتدرب في بعض يا جماعة يبقى دايما لما اكتب اليونس بتاع الاريا اكتب كده متر مثلا square full او centimeter square full ما ينفعش اكتبها سنتيميتر واسكت او متر واسكت لو كتبت متر بس يبقى انا بتكلم على لنس او centimeter lens لكن طول ما انا بتكلم على area area يبقى لازم احط الشكل square فوق بالشكل ده تمام مهمة جدا الموضوع داي جماعة نشوف حاجة كمان بيقولك نفس المبدأ اللي انا طبقته على سرع الاريكتانجل تعال نطبوه على الاريكتانجل تعال نشوف ازاي احنا اساسا اساسا يعني ايه الفرب من الاريكتانجل هو الاريكتانجل هو الاريكتانجل في الاساس هو اساس واريكتانجل بس بس كل السايت ادى بعد طب ده يوحلنا بايه يوحلنا ان احنا نفس الكونسبت ونفس الفورمولا هنستعملها تعال نشوف ازاي بيقولك انت لو عندك square بالشكل ده وكله اد سري 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 طبعا square كل السايت لينز ادى بعد وتعال نحسب نقسمه الاول square بالشكل ده وتعال نحسب الاريكة عن طريق ان احنا منعمل count للسكوير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى هو طبعا هطلع عندك 9 سنتيميتر square يبقى لما جينا عدناها بالشكل ده طلع عندنا الاريكة طيب تمام طب ايه الفورمولا اللي احنا عايزين نستعملها التانية هقولك نفس الفورمولا ان انا بقولك ان الاريا equal site length by او times x self او s times s اللي هي كانت length times x يا جماعة في الريكتانجل بس بما ان احنا بنتكلم على square كل site length equal لبعض الكلام ده كله شرحنا الفيديو اللي فات عشان كده قلتلكم مهم جدا تشوفوه في الاول ان الاريا equal site times site تمام يبقى نقدر نحسب الكلام ده بالنمبرز اه اقول ان الاريا equal site times sites equal 3 times 3 equal 9 cm square 9 cm square مهم جدا اليونت تكتب بالشكل ده يا جماعة طيب يبقى الكلام سهل اه كلام سهل باذن الله وتعالوا مع بعض نشوف النوت المهمة دي اللي هتلخص لنا الكلام اللي احنا قلناه ان انا لو عايز احسب الاريا بتاعة الريكتانجل او الاريا بتاعة الاسكوير خلي بالكم ان احنا موضوع سهل ان احنا ماسكين كمان توشي بس بس بنتكلم عليهم سواء الريكتانجل او سكوير هقولك ان الاريا بتاعة الريكتانجل لسه ايلة هي equal length times width اما الاريا بتاعة الاسكوير هي equal site length by site length او s times s تمام طيب ولو اغدين مثلا شكل لريكتانجل شكل بالشكل ده فطبعا لو عايز احسب الاريا هقول six times four تمام طيب لو اغدين بقى شكل مثلا طبعا منساش اليونت meter square منساش تمام ولو اغدين شكل square بالشكل ده طبعا لو عايز احسب بقى الاريا هقول site length times the site length يبقى equal three times three منساش ان solution دايما مثلا لو هنا بالسنتيمتر هيبقى بالسنتيمتر سكوير مش هيفرق معايا سنتيمتر او متر المهم اللي يفرق معايا على حسب من دهولك طبعا اللي يفرق معايا لما اتكلم على area احط square بالشكل ده يا جماعة طيب يبقى احنا فهمنا الموضوع جات زي وحفظنا حاليا دلوقتي حفظين وفاهمين ان الاريا ال site في ال site لو باتكلم على الريكتانجل يبقى length times width لو باتكلم على square نبقى site times site اوكي نشوف حاجة كمان من خلال ال example هنوضح كمان كلامنا اكتر وهنحفظ دايما يا جماعة مهما ناخد من حاجة ال example وحلنا ليه هيثبت المعلومة وانلاقينا فاهمناها وبنحفظها وبنطبقها تمام كده طيب بيقولك احسب ال area بتاعة ال rectangle بالشكل ده طيب انا الاول هبص علي حتى لو ما لكش الشكل ايه ما احنا فاهمين يعني ايه rectangle في لانس وفي واتس طبعا انا شايفة في لانس طوله 2 متر وواتس طوله 10 متر خلاص هنطبق الفورمولا على طول ان ال area lens times the ones 18 times 10 equal 180 متر سكوير نشوف اكزامل اللي بعدو طبعا انا هبص للشكل ده هلا هنا 6 وهنا 8 وبالمليمتر ماشي اه اركز في حاجة جماعة ان احنا حتى الشكل ده طبعا كلكم ممكن الشكل هتبصوا هتحسوا من سكوير لأ انتبصوا على اليونس ما نكونش ده وبالشكل انا شايفة اليونس الاطوال يعني 6 و8 يبقى ده كده ركتانجل مش سكوير علشان كده هقول لك ان ال area واقول 8 times 6 48 مليمتر سكوير اخد اليونس اللي قايلها وطبعا بحط سكوير بالشكل ده تو بالشكل ده يا جماعة طب نشوف حاجة كمان بقول لك 9 و9 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 الشكل هنا شكله شوية ركتانجل بس هو ده كده سكوير لي اه ممكن بس بخطأ في الطباعة وكده يعني ماشي بس هو كده طبعا سكوير فعلى طول ال area ال s times ls يعني 9 times 9 يبقى 81 سانتيميتر سكوير تمام طبعا نشوف example كمان خلاص احنا كده خلصنا مجموعة ال example وفي النوت دي بلخص لك الفكرة العامة للي احنا قلناه ايه الفرق ما بين ال perimeter وايه الفرق ما بين ال area بقول لك شوفوا كده معايا بنقول ان ال perimeter هي المسافة حوالين الاطار اللي كنا بنرسمه حوالين الشكل يا جماعة حوالين الشكل اما ال area هي المساحة اللي جوا دي يا جماعة المساحة الداخلية inside inside the shape خلاص فهمنا يعني ايه معنى perimeter ومعنى area تمام نشوف حاجة كمان شوفوا بقى يا جماعة النوت دي يعني بصوا هو دي اهم صفحة في اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات والفيديو النهاردة انتو لو الموضوع ده كده حافظينه في دماغك وكمان سهل حافظه انا دايما مش باعتمد على كلمة تقولك احفظ احفظ احنا بنفهم ان مناء انك فاهم كويس انت حافظ هي ده الموضوع في الماس انت اللي ما بتفهم كويس خلاص انت حافظ الفورمولا والصيقة اللي بتجيلك كلها طيب بيقولك انت عندك شكل rectangle وشكل square تمام واحنا حاليا في الفيديو النهاردة عرفنا ان نحسب الarea ازاي قلتلك طبعا لو عندك الشكل بالشكل ده عندك شكل rectangle طبعا فيه لانس وفي وانس وهقولك ان الarea على طول طبعا ده شكل square على طول هقولك الarea لو بتكلم على rectangle طب لو بتكلم على square هقولك ان الarea equal sight lens times sight lens تمام تمام طبعا احنا بعد الوقتي عايزين نفتكر البرامتر فاكرين كده معايا البرامتر تعالا نفتكره هقولك ان البرامتر بالنسبة لل rectangle قلنا الفورمالة بتاعتها على طول انها two times وافتح البراكتس بتوري lens time lens plus lens دي كده كانت الarea بتاعت rectangle طب نشوف الarea بتاعت ال square كانت سهلة قلنا four times s four times s اللي هو sight lens نراجع تانية جماعة قلنا rectangle وال square لو بحسب الarea بتاعت rectangle lens times ال what لو بحسب الarea بتاعت ال square sight lens times sight lens لما بحسب البرامتر بتاعت ال rectangle هقول ان ال b دي كلها رموز للarea والبرامتر طبعا خدناها برضو الفيديو اللي فات قلنا two times lens plus ال what two times lens plus ال what اما البرامتر بتاع ال square four times ال s اللي هو sight lens تمام كده طيب نشوف حاجة كمان مع بعض بيقول لك عندك الشكل الفيجر اللي اصادك طبعا اول ما نشوفه طبعا شكل rectangle فيه 16 و 9 وبيقول لك ببساطة احسب ال area واحسب البرامتر خلاص عندك rectangle هتطبق في الفورمالة اللي احنا واخدنا هقول لك اول حاجة لو عايزين نحسب ال area lens times ال what وبعدها تأكتب 9 times 16 time ايه اللي حله ده هو بيحل بطريقة دايما بيحاول يستعمل كل الطرق اللي احنا اخدناها علشان يسهل الحل معا بس انت لو تعرف كده على جانب تمسك 16 times 9 وتحسبها احسبها عادي بفيش مشكلة بس هو هنا عمل ايه مسك 16 اسمها لك 10 plus 6 بحيث لما اقول لك 9 times 10 equal 90 و 9 times 6 equal 54 فهنعمل addition هتطلع بالشكل ده دي كطريقة يعني بيسهلك عمليات الملتيبليكيشن تمام طيب لما جينا نحسب البرمتر 2 times وبدأ يكتب 2 times 9 plus 60 يبقى 2 times 25 وبردو مسكلك نفس الفكرة 25 قالك هي عبارة عن 20 plus 5 و2 times 20 equal 40 و2 times 5 و2 times 5 equal 10 يبقى السليوشن معانا 4 plus 10 equal 50 ميتر تمام كده طيب عرفنا نحسبها برضو 25 times 2 على طول وسهل اساسا على طول انها 50 مفيش مشكلة طيب نشوف اجزامبل كمان طبعا اول ما نشوف 10 و10 ده سكوير هو عايز يحسب ايه يا جماعة عايز يحسب area وبرمتر خلاص نطبق في الفورمال على طول ان area equal s times s 10 times 10 100 واستعمل نفس اليونت مليمتر وما نساش يا جماعة الطول اللي بحطها فوق اللي هي السكوير او المليمتر سكوير شوفوا هنا بقى لما حسبت البرمتر 4 times s يعني 4 times 10 40 مليمتر بس ده لنس ماقولش سكوير ما اطلقبطوش يا جماعة ما بين ان انا احط سكوير في الاريا وبحطهاش لما بتكلم على البرمتر لاني بتكلم على لنس لنس واحد تمام تمام نشوف حاجة كمان بيقولك الاجزامبل ده بيقولك small fish farm مزرعة انزل شي بفركتانجل ليها الشكل ركتانجل ويه الديمينشن قلنا المرة اللي فاتت ان الديمينشن يعني الابعاد يعني اللنس والويتس والاطوال كده فبيقولك عندك 10 ميتر و 8 ميتر يبقى كيد التن ده اللنس وال8 ده الويتس تمام وهو قالك اساسا ان ركتانجل اوكي what is the area عايز يحسب الاريا خلص يبقى هنطبق الفورمال على طول ان الاريا equal لنس طيب نشوف اجزامل كمان بيقولك الاريا of piece of beaver in the shape of rectangle is 12 square meter what is the perimeter of the piece we draw your answer and write the dimensions اوكي نرجع تاني دايما في المسائل الكلامية لما بنراحه مرة سريعا يا جماعة نرجع بنراحه تاني نطلع كل المعلومات ونطلع ايه اللي مطلوب مننا بيقولك انت عندك قطعة معينة من البيبر الوراء وبيقولك ان الاريا عملناها على شكل rectangle وان الاريا 12 طب ما احنا اساسا يعني ايه الاريا بتاعت الاريكتانجل الجماعة مها لنس times width يعني السؤال دلوقتي بقولك ان فيه لنس هندربه في الwidth هيديك الاريا اللي هي equal 12 طيب ما احنا عارفين كده solution على طول ان فيه اكتر من حاجة جيب لنا الناتج ده ان انا لو قلت 1 times 12 و2 times 6 و3 times 4 يبقى اذا solution هنا مش solution واحد لينا اكتر من solution ان دول لما بيضرب بعض يدي 12 1 times 12 و2 times 6 هيدي 12 و3 times 4 هيدي 12 طبعا كل ده meter square ان احنا بتكلم على الاريا هو قلنا كده تمام طيب يبقى اذا احنا حاليا جبنا dimension وليها اكتر من solution زي ما قلنا طيب عندك dimensions وعندك الابعاد بتاعتك لانس والويتس ما نقدرش احنا بقى نطبق في الفورمولة بتاعة الريكتانجل والبرامتر ونجيب البرامتر نقدر نحسن نقول ان البرامتر بتساوي 2 times lans plus width وتعالا نشوف سليوشن قدينا كتبنا الحالات المختلفة بالشكل ده ورسمنا كمان الاشكال المختلفة تمام وبدأنا نحسب البرامتر عادي خالص اقول لك ان البرامتر طبعا هو مسك القانون من اوله انه lens plus width plus lens plus width عادي خالص او تطبق على طول ان البرامتر بتساوي 2 times lens plus width كده صح وكده صح ماشي لما حسب بالشكل ده طلع هنا 26 meter ولما حسبنا طبقنا هنا مثلا كلهم قرار بيتبقى لك بشكل ما فيش مشكلة عايز اقول لك انه كله او في النهاية طبق لك القانون تمام يعني هنا قالك اتنين ده على فكرة ده على فكرة ده الخطوات والاستمس اللي احنا فهمنا منه ازاي بنحسب البرامتر بالفورمولة بالشكل ده ان الاساس كان lens times width plus width plus lens plus width ورجعنا قلنا طبقائين two lens plus width ورجعنا قلنا ناخد two مشترك وبعد دي كده lens plus width هنا في الاجزامل ده بيوضح لك ان احنا لو بدأ ان ناخد من اي صيغة طالما فهمين المبدأ يا جماعة بتاع البرامتر ان المحيط الشكل او الاطار بتاع الشكل خلاص احنا نحل باي فورمولة ما عندناش اي مشكلة بس انتوا لاحظوا معايا حاجة كل بقى انه كل الاريا كانت واحدة بس كل مرة طلع معانا بريمتر مختلف تمام يبقى دي يقول لنا مش شرط دايما ان البرامتر يبقى ايقوى للاريا تمام طيب نشوف حاجة كمان احو بيقول لك يعني بيقول لك انت كمان ممكن تستعمل اي فورمولة علشان تبدأ تحسب البرامتر بتاع الريكتانجل طيب احنا الوقت يا جماعة هناخد مجموعة ايقزامبل سهلة جدا بسيطة جدا انا شايفة ان اليونت والله يعني بصوا اللي ما بيحبش فيكو الماس لسه مش بيحب الماس ان شاء الله من خلال اليونت دي هيحب الماس تمام هي سهلة جدا وبس محتاج تركز واي حاجة مهما كانت سهلتا الاخطاء بتحصل من السرعة وعدم التركيز بمعنى طالب اريا انت شفتها بتحسب على اساس انها بريمتر او طالب بريمتر بتحسب على اساس انها اريا الخطأ بيجي من كده سرعتك في الحال انت حل بالراحة وفهم كويس السؤال طالب ايه هتلاقي الدنيا سهلة باذن الله وتعالوا على طول ندخل فيه الاجزامبل بالشكل ده بيقول لك عندك الانس بتاع الريكتانجل اس بي بتديله سامبل بي والواتس سامبل سي ولكالوكليت او كالوكليشن الاريا خلاص قانون الاريا على طول يبقى السليوشن نامبر بي بي تايمز سي بيقول لك الاريا بتاع طبعا انا هبص هلاقي هنا سكس وهلاقي هنا سكس تمام اه وي سكس تايمز سكس كام سكس تايمز سكس بقى انو سكوير سايد تايم سايد بس شوفوا كده معايا 36 كيلومتر ايه رأيكم ده كده السليوشن الصح هقول لكم لا كده غلط بصوا كده معايا تقرق كل الاختيارات في هنا 36 و 36 طب ايه اللي خلاني اختار ده وما اختارش ده تمام غلط غلط ان احنا نختار ده يا جماعة ركزوا معايا في اليونت انا اوزع منها لكم كده عشان لكم كده الاختيار ده كده غلط احنا هنختار number c لانه هنا area وarea اليونت بتبقى كيلو بالسكوير بالشكل ده هنا كيلومتر بقى كيلومتر سكوير لو سمحت يا جماعة ما تطلق بطرش في الجزء ده تاني انا طول ما انا بحسب area او عايز يحسب area يعني بصي جماعة site times site اتنين بيدربوا اتنين اطوال بندربهم في بعض عشان كده اليونت لازم تبقى سكوير بالشكل ده يبقى السليوشن معانا هنا number c تمام كده تمام نشوف حاجة كمان بيقول لك ان الريكتانجل لانس 8 وان الواتس بتاعه 4 وبيقول لك احسب الarea ويقلق طبعا هنا اليونت بالسنتيمتر سكوير طبعا هعمل 4 times 8 السليوشن معانا هيبقى 32 number a نشوف اكزامبل كمان بيقول لك احسب الarea بتاعة الشيب على شكل سكوير وميديك ان site length 8 طبعا على طول يبقى 8 times 8 يعني 64 سليوشن نمبر ايه نشوف اكزامبل كمان بيقول لك الarea بتاعة الريكتانجل واللينس 8 والواتس 5 وبيقول لك احسب الاريا طب ما هي سهلة هنقول 5 times 8 يبقى equal 40 على طول نشوف اكزامبل كمان بيقول لك ريكتانجل ريكتانجل وان الواتس 20 وان الواتس 10 وبيقول لك احسب الاريا خلاص يبقى 10 times 20 equal 200 طيب نشوف حاجة كمان بيقول لك مجموعة الاشكال اللي قدامك دي وبيقول لك اختار اختار من ضمن اشكال اللي يبقى ليها same perimeter وكمان different in area طيب الاول انا هبدأ احسب الاريا والبرمتر بتاع كل شكل وتعالا كده نشوف لما حسبنا اول شكل معانا طلع ان البرمتر 24 والاريا 20 والشكل التاني بريمتر 20 و21 الاريا والتالت واد الرابع تمام نرجع بقى للسوية بيقول لك عايزين same perimeter طب فين اللي ليهم same perimeter يا جماعة ده وده same perimeter وقال لك في نفس الوقت different in area وهم فعلا هنا 21 وهنا 25 different in area يبقى انا two ships اللي هاخترهم هيبقى number b وnumber d نشوف example كمان بيقول لك برضو بنفس الفكرة في area وبرمتر هنحسبهم من كل شكل وفي نهاية عايز المراد يحسب بقى same area و different in perimeter هنبدأ نحسب عادي خالص البرمتر والاريا بتاع كل شيء بالشكل ده وهنلاقي في النهاية مين اللي ليه same area فين same area اهي ادي دي او دي يا same area وفي نفس الوقت هما different in perimeter اكيد اهو ده كده different in perimeter اذا هلاقي solution اللي احنا هنختاره المرة دي هيبقى number b و number c تمام كده احنا كده ياولاي ان بخلصنا الفيديو النهاردة اتمنى ان يكون فيديو سهل انا شايفة الصراحة ان اليونيت سهلة جدا محتاج بقى انت ايه تقعد تدرب كده نفسك وتجرب numbers بيدك وتحل examples كتير على الموضوع ده ان شاء الله نشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية بفكركم في اخر الفيديو لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعيل جرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنقدمها كمان لو بتسفادوا معانا عملونا لايك يا جماعة وشيروا كل زمالكم اشتركوا في القناة